اطلع على قصة حب محرمة في عهد السلطان العثماني ورحلة الهروب من القصر اللقاء الأول في أحد أيام الربيع المشرقة في قصر توبكبي كانت الجارية الحسناء نرجس تقوم بواجباتها اليومية في جناح الحرين نرجس فتاة جميلة ذات شعر أشقر وعينين زرقاوين جلبت من البلقان لتكون واحدة من الجواري في خدمة السلطان سليمان الثاني في ذلك اليوم كان الخص الأسود كريم الذي يعمل كخادم في القصر يقوم بجولة لتفقد الأوضاع كان كريم قد أسر من إفريقيا ثم تم إخصاؤه ونقل إلى القصر العثماني الثماني ليخدم هناك عند مرور نرجس بكريم التقت عيناهما لبرهة وبدأت شرارة الحب تنطلق بينهما بداية الحب المحظور مع مرور الأيام بدأت نرجس وكريم يتبادلان النظرات والكلمات المليئة بالحنين كانت نرجس تشعر بأن كريم هو الوحيد الذي يفهمها ويشعر بها بينما كان كريم يعتبر نرجس نورا في حياته المظلمة بدأ الاثنان بالتسلل للقاءات سرية في أروقة القصر يتبادلان فيها الكلام والحكايات والأحلام إلا أن زوجة السلطان عائشة لاحظت هذه العلاقة وبدأت تشعر بالغيرة والخوف على مكانتها مؤامرات عائشة عائشة التي كانت تعرف أن السلطان سليمان الثاني يعجب بنرجس قررت أن تضع حدا لهذه العلاقة المحظورة قامت بإبلاغ السلطان بأن نرجس تخطط للهروب مع كريم وأنها تشكل خطرا على سلامة القصر حاولت عائشة إقناع السلطان بتجنب لقاء نرجس ومعاقبة كريم إلا أن السلطان لم يكن مقتنعا تماما بكلامها وقرر مراقبة الوضع بصمت خطة الهروب بعد أن شعرت نرجس وكريم بتهديد عائشة وخطر اكتشاف علاقتهما قرر الهروب من القصر قام بالتخطيط بعناية وتواصلا مع رئيس الحراس حسن الذي كان رجلا طيب القلب ومتفهما لظروفهما وافق حسن على مساعدتهما وقدم لهما خطة مفصلة للهروب كان عليهما أن يغادر القصر في منتصف الليل عندما تكون الحراسة أقل حدة الهروب إلى الحرية في ليلة الهروب ارتدت نرجس وكريم ملابس تنكرية وغادر القصر بهدوء بمساعدة حسن استخدم عربة قديمة كانت تستخدم لنقل الإندادات وخرج من القصر دون أن يلحظهما أحد كانت قلوبهما تقفق بسرعة خوفا وحماسا من بداية حياة جديدة معا الاختباء في القرية وصل نرجس وكريم إلى قرية صغيرة على أطراف إسطنبول استقبلهما عائلة فقيرة بطرحاد وعرضوا عليهم الإقامة في منزلهم البسيط شعرا بالأمان والراحة للمرة الأولى منذ فترة طويلة كان يعيشان حياة هادئة ومتواضعة يعيشان على حبهم ويتجندان التفاعل مع الغرباء بحث السلطان في صباح اليوم التالي اكتشف السلطان سليمان الثاني اختفاء نرجس وكريم أمر بإرسال دوريات للبحث عنهما في كل أنحاء إسطنبول والمناطق المحيطة بحثت الدورية في القرى والأسواق ولكن دون جدوى كانت نرجس وكريم قد اختفى وكأن الأرض اكتلعتهم بداية جديدة على الرغم من البحث المستمر لم يتمكن السلطان من العثور على نرجس وكريم عاش في القرية بهدوء وسعادة بعيدا عن قيود القصر ومؤامراته أصبحت نرجس وكريم رمزا للحب الحقيقي الذي يتجاوز كل الحواجز كانت حياتهما الجديدة مليئة بالبساطة والسعادة واستمرت قصتهما كأغنية حب تروى عبر الزمن